رحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنكمل مع خمسة ابتدائي نهاردة ان شاء الله ساينز مراجعة سريعة كده على درس الانفيرومينتال بالانس ده مراجعة هنعملها نهاردة على التعريفات ومسلا التقسيمة والكلام ده كله لكل حاجة ان شاء الله اول حاجة في الانفيرومينتال بالانس كنا تعرضنا ده مفهوم اسمه الايكوسيستم الايكوسيستم ده هنا بيقول ان هو هو نظام او منطقة طبيعية بتحتوي على كائنات حية وكائنات غير حية كائنات حية زي ايه زي النباتات والحيوانات وكائنات غير حية زي المية والتربة والهواء هنقول مع بعض ايه زي الوطر والسويل والاير يبقى هنقوله تاني it's any natural area including living organisms as plants and animals and non living things as water soil and air الكمبوننت او في ايكوسيستم عندنا ايه هي او المكونات بتاعته زي ما قلنا living organisms and non living things living organisms here زي عندنا زي ايه زي الفنجاي والالجي والانيمالز يعني النباتات والااا الفنجاي اللي هي الفطريات وكمان الالجي اللي هي زي الهوى والطربة والمية. الكام كلمة اللي معنا هنا اللي هو التوازن البيئي اللي هي المساحة طبيعية. وارغ اللي هي التحالب اللي هي تحتوي على. النظام البيئي. نخلي بنا كاما الكلمة التوازن البيئي ده يعني مانا درس التوازن البيئي. تمام الكلمة التانية برضو كويسة اللي هي المساحة الطبعية. هنكمل بعض هنا بيولي كلاسفيكيشن اف ايكو سيستيم زي هنا التصنيف له الايكو سيستيم. عندنا تلات تصنيفات ليه. سمول ولارج وفيري لارج. سمول زي ايه? او الووتر بوند. اللي هي اه يعني اما مساحة من الارض او الووتر بوند اللي هي اه بركة مية. وبرضو النوع التاني ده كان في الاسمول. النوع الفورست او ديزرت او يعني الغابات او او الغابة او الصحراء او المحيط. يبقى زي الفورست والديزرت والاوشن اللي هو الغابة والصحراء والمحيط. او المحيط. ومعانا بقى زي اللي هو العالم. وده بيعتبر يعني موحد. يعني بيعتبر يعني يعتبر النظام الموحد. وزي ما قلنا اللي هو الكون. ده اه اللي هو زي اللي ايه? اللي هو بعد كده هنا بيقول لي فيه صورة قدامنا فيها اه نظام او اكتر من العلاقة اه من بتوين زي او زي يعني هنا ده قدامنا اه ايكو سيستيم ويبيمستدق بيورينا في الصورة او هنلاحظ في الصورة انه في اكتر من علاقة بين المكونات للنظام البيئي ده. اول حاجة عندنا هنا في ايه? اللي هو من حيث ايه بقى? بيقول لي انه هنا بلانتز دبيندز اون سويل. يبقى ان عمياتات بتعتمد على التربة في امتصاص المية والاملاح. يبقى هنا لعملية البناء الضوئي. يبقى هنا مهمة الاكل بتاعه او التغذية بتاعته عشان تصنع غزائها بعملية البناء الضوئي. تاني حاجة بتوين بلانتز اند ايمالز وير. يبقى فيه علاقة كان بين النباتات والحيوانات من حيث ايه? يبقى الحيوانات بتتغزى على النباتات نرجع عشان تحصل على الاكل والطاقة بتاعتها. يبقى هنا بتاعتمد قلنا عليها ان الحيوانات دي بتاعت تغزى على النباتات عشان تحصل على الاكل والطاقة بتاعتها. ثالث حاجة بقى اللي علاقة بين حيوانات المختلفة. طبعا هنا بنحيز بقى ايه? برضو ان هي بتعتمد عليها حيوانات دي بعض الحيوانات بتتغزى على بعض الحيوانات عشان تحصل على الغزاء بتاعها والطاقة. هنا ببقى له وين ده كله ايه بعد كده? وين دراشن شبس او انتر اكشنز اللي هو التفاعل. او التفاعلات اللي ما بين التفاعلات اللي ما بين المكونات. اه اللي هي النظام البيئي ده. بتبقى هي بتعمل او بتجعل ان هو او متوازن يعني. يعني هي بتخلي النظام ده متوازن او ثابت او مستقر. عشان كده بيبقى يحصل التوازن البيئي ده. عندنا كم كلمة نقول مع بعض امون في ما بينه متوازن سابت او مستقر تفاعل موحد يونيفايد يونيفيرس اللي هو الكون. بعد كده هنشوف مع مرض دلوقتي او التوازن البي وهنعرف بتاعه والعامل اللي بتأثر فيه. اول حاجة بتاعه يعني هو التوازن اللي بين مكونات البيئة او النظام البيئي ده. ايه بقى الفاكتورز اللي بتأثر عليه? عندنا يعني تغيرات طبيعية. وعندنا تاني حاجة اللي هو اه التدخل الانسان. اول حاجة اللي هي تغيرات طبيعية بيحصل ايه فيها او اللي هي الظروف. ايه فيها او اللي هي الظروف. ايه في النظام البيئي ده. بعد كده بيقول لي. بدا بيسبب ايه زي الطراب بيؤدي اليه بقى اكتر من حاجة. الحاجة اللي قلناها معينا يعني اختفاء لبعض الكائنات او ظهور لبعض الكائنات. او تالت حاجة. دولة تالت حاجات اللي ممكن يظهروا. اللي هو اه عدم توازن اه او عدم اتزان للبيئة. ده ممكن يكون فترة قصيرة او طويلة. الحاجة اللي حد ما بيحصل توازن بيئة تاني. او بقى توازن جديد بيحصل في البيئة دي. المثيل على كده. يعني في العصور القديمة حصل او تغيير في اه الظروف الطبيعية. ادت لي ايه بقى? يبقى ادى هنا لانقراض او حصل ادى الى ايه? ادى لاختفاء دينيسولات اللي مما سبب انقراضهم. بعد كده بقى تاني حاجة او تدخل الانسان. هنشوف مبارد لوقتي. اه اول حاجة هي عبارة عن ايه? اللي هو بعد انشطة الانسان. ايه بقى? يعني التراب في التوازن البيت. ما بين النشطة دي ايه? اول حاجة يعني قطع الاشجار. او القطع جاء للاشجار. تاني حاجة يعني حرق الغابات. تالت حاجة زي انفيرومينت اللي هو تلوث البيئة او تلوث البيئة. رابع حاجة اللي هو انجراف التربة. فهنا دول عندنا اربع حاجات من ضمن انشطة الانسان. يلا هبقى نقولهم تاني اول حاجة اللي هو قطع جاء للاشجار. تالي حاجة كانت اللي هو احراق الغابات. تالت حاجة زي انفيرومينت اللي هو تلوث البيئة. رابع حاجة دي كانت تالت حاجة رابع حاجة اللي هو اجراف التربة. اللي عندنا هنا ايه? اللي هو قطع جاء للاشجار. وحيص طبعا النباتات والاشجار دي هي من المصدر الرئيسي. اه للاكل والاكسوجين لكل الكائنات الحية. معنا هنا بعض الكلمات المهمة. اللي هو اطراب. عصور. اللي هو تعاكل. يبقى هو هنا مقصود آآ تآكل التربة. او زي ما قلنا انجراف التربة. انترفيرانس. تدخل. بعد كده سركمستنس. آآ سركمستنسز. اللي هي ظروف. سركمستنسز. ظروف. بعد كده القطع جاء للرجار وتريز. اللي هو عدم اتزان. انقراض. آآ اكسنكشن. وبعد كده ندخل مع بعض على فق العوامل اللي بتحافظ على النظام ايه البيئي? زات كيب. زي عندنا حكتين. سابروفيتزم. 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 يبقى عندنا. وصابروفيتزم. اللي هو الافتراس. والترمو. اول حاجة تأثير البريديشن او الافتراس. عشان نحافظ على التوازن البيئي. اول حاجة بقول ان البريديشن ده آآ اللي هي علاقة الافتراس. بتلعب دور طبعا مهم في حفاظ على التوازن البيئي. من حيز برضو ان هنا بقول اللي هو بينظم اللي هو بيحافظ على او بينظم او بينظم اعداد اللي هي اه مجتمع الفرائز ده. بقى كلمة بيقول لي. من حيس ايه? من حيس اني آآ اللي هما المفتلسين دول بيساعدوا آآ الفرائز على ان هما يتخلصوا من آآ او آآ اللي هما الضعف او الاعضاء الضعف او الاعضاء المرضى وبيتركوا طبعا العناصر اللي هي القوية او الافراد القوية. ان هما ينتقوا بعد كده كمان اعضاء اقوية او للمجتمع بتاعهم او آآ يعني للمجتمع بتاعهم. باللي بقى هنا لو انك سيستم لو ما فيش مفترسين فيه النظام البيه ده. اللي هيحصل يعني هيتطرب. التوزن البيه ده هيتطرب. هنلحكتين هنا في الموضوع ده. لان هنا بيقول لي عدد الفرائز دي بيكون آآ بيزيد. بيزيد لحد ما بيحصل آآ آآ لآ آآ الاكل بتاعهم. بيكون الاكل او اللي هي مصادر الغزاء بتصبح يعني غير كافية. يبقى موارد الغزاء بتكون غير كافية. تاني حاجة بيقول ليه بيحصل التصابق آآ او بيزهر التصابق. او بيزهر. التنافس ما بين المجتمع الفرائز ده بسبب طبعا اللي كده مش هيكون. او ممكن يموتوا كمان. انه بيقول ممكن آآ هيموتوا. بيكوز ايبقى بيكوز. انه ما بيحصلش انه ما بيجدوش عندهما بيلاقوش المأوى. وكمان بيصبحوا ضعاف. انه بيتعيدوا بالعملات. ونجيب لينا مثال عن الاغنب او مش مثال زي سؤال. ممكن برضو تروا تشوفوا الرجابة بتاعته بازن الله. معانا بعض الكلمات هنا اللي هي تتكاثر اللي هي منافسة كاتب هنا غير تدوير لكن هي بتبقى غير كافي. انسوفيشنت يعني غير كافي برضو. بعد كده مجتمع بيباليشن ينظم. ارجنايز. رول. دور. اكستينت. درجة او حد. جزيرة. ايلاند. جزيرة. ايلاند. نكمل بقى دلوقتي. اللي هنا الاول فيه سؤال هنا بيقول ان هي اه لعقة الافتراز دي بتنظم اعداد اه مجتمع الفرائس. يعني بنظم اعداد المجتمع اللي هو بتكون فريسة ده. بعد كده بقى اللي عندنا تاني اه حاجة اللي هي الترمم هنشوف دلوقتي التأثير بتاعها. في ان هي تحافظ اللي تحافظ على التوازن البيئي. اول حاجة باني اللي هي المحللة بتكون زي مسلا البكتيريا والفنجاي. اه اللي هي الفطريات. يبقى البكتيريا اللي هو الفطريات. بتساعد على البيئة. بتساعد البيئة على ايه? بتساعد البيئة في ايه? اول حاجة يعني بيحللوا اجسام الكائنات الميتة. يبقى بيساعد على التخلص من الاجسام من خلال اه لأجسام الميتة من خلال طبعا تحللها تاني حاجة تاني حاجة يبقى هنا بيساعدوا الكائنات الحية ان هي تستفيد من اعادة اه او اعادة تدوير او اللي هي للمواد الكيميائية او العناصر الكيميائية الموجودة في اجسام الكائنات الميتة. زي ايه طبعا الكلام ده زي الكاربون والنيتروجين والفوسفرس. يبقى بتعملهم على التدوير في البيئة والتالي بيستفيد منهم الكائنات الحية تاني او تستفيد منهم الكائنات الحية. عندنا اللي بقى بيقول لي ملاحظة. من كان مفت فروم اه سابروفيتك ارجانيزمس. ان ماني اندسترز. ستش از يبقى بنستاع الانسان ممكن ان هو يستفيد منهم في اه عدة صناعات. زي ايه? اللي هي الكائنات المترممة دي. اول حاجة فوت اندسترز. اه في الصناعات او في صناعات الغزاء. تاني حاجة اللي هي صناعات الادوية. دي تاني حاجة اللي هي صناعات الادوية. تالت حاجة اللي هي دباغة الجلود او صناعات دباغة الجلود. وفيه طبعا زي شرح رصيد كده تحت كل واحدة فيهم. فاتمنى بازن الله تكونوا استفدتم من شرح النهاردة. وممكن تقروا الشرح بتاعهم اللي تحت الفوت اندستري ودراج اندستري وليدر تانينج اندستري. وعرفنا معانيهم ان هو صناعة الغزاء وصناعة الادوية. وصناعة دباغة الجلود. في اه اه او صناعة دباغة الجلد. اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتم من المراجعة دي. على الدرس ده ان شاء الله يكون مراجعة كويسة سريعة. والدرس ممكن تقروا اه اكتر وممكن يكون في معلومة تانية او اكتر. تشوفوها ان شاء الله وبازن الله احنا بستخدنا كده حاجات بسيطة في الدرس او نقاط دوسنا عليها شوية. وبازن الله تكون قدرنا فيكم فيها. زبادي طبعا عندنا في كلمة المهمة في الصفحة دي. اللي هو اليوغارت. اليوغارت. اللي هو الزبادي. وهي عم عدي كده ادوية اللي هي دراج. عادي تدوير ريسايكلنج. بعد كده الخل فينيجر. وهي ملوضات حيوية انتيويتكس. بعد كده الفوسفور فوسفراس. والكحول. والدباغة جلود اللي هي ليذر تانينج. يبقى دباغة جلود اللي هي ليذر تانينج. تاني دباغة جلود ليذر تانينج. اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتم. ودي مشترك وشكرا اشترك معنا. واشوفكم على الخير ان شاء الله. وفي ديهاد الترمي التاني. الحمد الله بلاي تنزل لكل المناهج بإذن الله. هنحاول نبتلي فيها. وفي اكتر من اكتر مدانة فيه. فاتمنى ان شاء الله تتبعونا في الترمي اللي جاي. وتشوفوا الفيديوهات. وان شاء الله تستفيدوا منها باجبر قدر ممكن. ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة